العقوبة السجنية في إصدار سك بانكي بدون رسيد كانت تقبل خمس سنوات سجن توا في التنقيح الحالي والتي تعامل ينحبس مع إمكانية الضم إمكانية الضم هذية جاءت الأرفق بالمتهم وين القاضي يجمع معتها بش نبصوه يضم العقوبات ويحطهم في عقوبة واحدة وبش نربط لك الضم هذية جاب لنا القانون ضم استثناء متعلق بجريمة إصدار سك بانكي بدون رسيد كيفاش استثناء خاطر فما ناس توا في الحبس متعلق بها قضايا بيتها ناس قاعدة تعدي في العقوبة السجنية كيما 150 و600 سنة واللي هو شعمل لنا المشرع التونسي قالت فما طلب مراجعة يسير من قبل المعني بالنمر قدام شكون قدام وزارة الدفاع فما طلب مراجعة يتدرس قدام وزارة العدل وزارة العدل ترسل محكمة التعقيب بش يعملوا دايرة جنحية بش تنظر في الملفات هذي الحط هذي حبيتنا نقول عليه والضم مش يصير كيفاش في قدتنا القانون شقالنا كان فما العقوبات مجموع العقوبات المحكوم بها في الخضايا الشيكيت فوق العشرين السناء راهو الحط بش يكون الى عشرة سنوات هذي حاجة اذا كنت محكوم بين العشرة والعشرين سناء في مجموع العقوبات راهو الحط بش يكون الى حدود الخمس سنوات واذا محكوم عليك في عقوبات سجنية اقل من عشر سنوات راهو الحط بش يكون الى النصف من تلك العقوبات هذي حقيقة تقريبا اكثر حاجة القادصة دي في القانون هذي فما ناس راهي ساعات تلقى شيكيتها الدفعة وكل شيء وتلقاه يستنى في كل إجراءات ومزال في الحبس وكل لونك بتفعيلة الالية هذي ووقع تفعيلها زيدة اميل نزيدك هذي يعني بدأو يا خمتلك راهو القانون يدخل حيز التنفيذ فور نشره بالراد الرسمي للجمهورية ايه القانون هو دي جا موجود ايه ولي فأي صحيح ثم النقطة اخرى معناتك لفوق الستين سنوات معناتها كان عدة اكثر من نصف المدة يصير طرح يخرج على روحه ايه ايه ايه